معانا تليفون مهم جدا من راجل وطني جدا الفنان أحمد بدير أهلا بحضرتك يا فندم صباح الفل على حضرتك وصباح الوطنية وخليني أعرف بقى أكيد حضرتك نزلت ودايما بتبقى من وقفة الصفوف الأول عايزة أسمع وأعرف من حضرتك رؤيتك بقى للمشهد في العملية الانتخابية على مدار التلاتيين والله أنا جيت من الصفر البجر وروح تساعة عشرة أديد بسوتي في أكتوبر وكانت اللجنة منتلئة بالشباب اللي بيقولوا ما في الشباب نزلاء كان فيه شباب وكان فيه سايبات وكان فيه رجال أكبر وكان فيه عطال صغيرة جاية مع أهلية كانت اكتفالية واللي يقول غير كده ده الناس المغيابين سواء الجزيرة أو الناس الموتورة القنوات المغردة تركيا اللي بيحاولوا يشولوا هذا العرس وبيحاولوا يشولوا صورة المصريين حيفضلوا يعملوا ده لأنهم في حالة يأس حسيين قدي قيمة الشعب المصري وقدي حماسه وقدي حب البلد وقدي فرحته فرحان الشعب المصري فعلا فرحان فمع اللي ينكر الانجازات ده يبقى أعمى يبقى واللي ما يشوفش من الغربال يبقى أعمى فهم ما بيشوفوش مشنا من الغربال ولا من المشنة ولا من المنشة ولا من أي حاجة ده حقيقي ونس كل هدفهم يقولني حننزل مش عارف كان لوله في جمعة المشعرف ايه وانناس كلها مش عارف ايه فيفشلوا حننزل مش عارف نعمل ايه ف25 انا يا فشلوا التعديل الدستوري مش عارف ايه مفيش ويعملوا لجن مش عارف الالكترونية وحاجات ويظهروا وواحد بيتكلم ما قالوش غرض إلا إنه عابد وبيهاجم فوال يعني احنا عندنا في معلومة طب كل بقى الناس اللي بتهاجم دي ده ماذا سيئة جدا ده بس محدودة جدا وحتيبقى في مسبلة التاريخ ولا حد حيحس ولا يشعر بيها اللي بالحس الوطن هو المواطن البسيط والمواطن المصطف والعامل والفلاح والمظف طبعا كلنا حاسين بقيمة هذا الوطن وقيمة ما يفعله هذا الوطن دينا وقيمة جيشنا العظيم وشمتتنا وقيمة تريسنا ربنا أحفظه ويقويه لإنه هو بيحارب من جميع الجبهات ولكنه صامد لإنه هو الحنب من مصر مع بعض فيحنا معه وفعلا زي ما هو قال مصر هتبقى قد الدنيا وإن شاء الله هتبقى قد الدنيا بشكرك شكرا جزيلا الفنان أحمد بدير شكرا جزيلا لحضر شكرا جزيلا لحضر